المرجو الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الاحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعي في القناة وشكرا لكم السلام عليكم ورحبا بكم مرة اخرى في القناة اللي دائما الهام شنال جسبا ان شاء الله سكونوا باخر والاخير سكونوا فرحانين سكونوا نشتين سكونوا الامور دي لكم بزيانة وفي تماما جميع السيدات ومن جميع الحبيبات الوفيات على القناة اللي اكيد دائما الهام شنال فالوصفة دي اليوم كما قلتم العنوانة دي تكون وصفة مختصة بالواجه تحديدا اللي تبيض البشرة تخلص من توجعه وتخلص من البقعة الداكنة بواسطة الفازلين والملح كمكون رئيسي اكيد مع الوصفة اضفت لها مكونات تانا ويغان تعرفوا عليهم في المكونات ومطريقة صح ديرت ومطريقة الاستعمال وهات الوصفة انتمنتنا للاعجاب دي لكم يا ربي لانه سهلا مهلا خيفة ريفا وفي القناة دي الي قدمت لكم عدة وصفات بالفازلين والملح وانالو الحمد لله الاعجاب دي لكم فكانت من احتها هات الوصفات للاعجاب دي لكم ويلا عجبتكم متنساوش اعملو باقترج او شير او ترك الوصفة من الحبيبات وصديقات دي لكم فليكو باتساب وصيف ليكو في فيسبوك فاشا ان شاء الله تعالوا من فائدة الجميع وجميع السيدات اللي يعانون هاد المشكل هادا البقعة دكين التجاعد يلقوا الحلول اكيد اللي هي بسيطة والخصف متناول الجميع والمكونات متوفرين عند كل سيدة في الكوزينة دي لها فهادش اللي كين وانتمنى يا ربي يعجبكم وما تنساوناش بتعليقات الاقتراحات واستفسارات ايضا لايك لهذا الفيديو وتشتركو في القناة بضغط على زي الاشتراك الموجود اسفل الفيديو وتبركو على خاصية الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد اي اي فيديو نزل في القناة تفرجوا فيه انتوما الولا وتفرجوا فيه اول باول وتشاهدوه اول باولي ان شاء الله وبإذن الله كذلك وبالنسبة لهذا الوصفة كما تلاحظوا من شاشها او في الفيديو كتكون اربع مكونات هاد مكونات كما سبق لي وذكرت في متنوى الجميع السيدات دائما كنحاول لماكسيموم ديالي والحسب طاقة ديالي والجهد ديالي انا نعملكم وصفات هكذا ليكونوا بساطور خاص باش زميع جميع السيدات يعني اعملهم ومت مشكلوش معهم اكيد فبسم الله على بركة الله تعرفوا على مكونات هاد الوصفة ثم طريقة استحضير ثم طريقة الاستعمال بسم الله على بركة الله فكأول مكونات غادي نحساجوا لي هو الفازلين كمكون رئيسي خديت جد المعالق ديال الفازلين بالنسبة الفازلين يلي عندكم بشرة يعني جافة حساسة ضياكة تحساس ضياكة تهيج فحاولوا تاخدوا منها تاخدوا الفازلين يعني التببي او اللي كيتبع في السيدة ليه يكون افضل ويكون احسن لديهم بشرة عادية فاخدوا غي الفازلين اللي كيتبع في الاسواق المغربية وايضا في المحلات تجارية الكبرى او الصغرى بالنسبة الثاني مكونات غا نحتاجه له اللي هو زيت جوز لهند ملعقة متوسطة الحجم ثالث مكوين زيت الزيتون ورابع مكوين الملح مكونات الوصفة الفازلين زيت جوز الهند الملح وزيت الزيتون ممكن تضيفون جريست الحامض طماطم زيت الارجان زيت اللوز ممكن تضيفنا هذه diesem زيت زيت الكامك والذي ساوز الهند كما يズيت مرحبني زيت الارجان زيت اللوز مثل زيت الحامض او زيت الطماطم يعني تبدلوا وتغيروا ذاك الشيء اللي بغيتو واللي تواتم عاكم اكيد طنك بعد ما تعرفنا على المكونات نزول لطريقة التحضير وطريقة الاستعمال بسم الله على بركتي الله اشتركوا في القناة نضيف ملعقة زيت زيتون ونخلط الكل فضروري الفازلين متجنسلية مع زيت الزيتون وايضا زيت جوز لهند او زيت الكوكو يعني ضروري ما نبقى نخلطو حتى اتجنسو مع بعضهم البعض اكيد اشتركوا في القناة كما تلاحظو تكزيت الزيتون يعني شربته الفازلين وتخلطو المكونات مزيان اذا بغد انضيف زيت جوز لهند او زيت الكوكو زيت جوز لهند او زيت الكوكو دوبتو في حمام مريم المدة دي الخمسة دقائق عاد استعملته في الوصفة لانو كيكون قاسح وما كيكونش سائل نهائيا ضروري ما تدوبو في حمام مريم عاد تستعملو في هاد الوصفة هاتي اضفت الكمية كلها اللي عندي دي الملعقة ونصف ديال زيت جوز لهند ممكن تضعفو الكمية لبغيتو منيسبة لهاد الوصفة فكتساعدنا حتى على تقشير البشراء وخال ملح ما كيان نستعملوش كيمية كثيرة وما كيكونش يعني دوك الحبيبات ديالو كييدو فاش كان عملو الزيوت وانما كيساعدنا على تقشير البشراء وتخلص من الخلايا الميتة اكيد ونضيف كيمية من زيت الزيتون ونخلط الكل بنسبة لهاد الوصفة كنعملوها على شكل ماسك وقومش في نفس الوقت وكنخليوها المدة ديال 20 دقيقة او 30 دقيقة في البشرة الوجه ومن بعد كنغسل لبشرة الوجه دي الإنب بالسابون او الغسول لانو الوصفة ميددمى بزاف الدرجه كبيرة ضروري متعملوا السابون او الغسول بي να نغسلوا البشرة الوجه ديالك ومن ثان عام Yas تستعملو هاد الوصفة ضروري ما ترتبو البشرة وخاء للوصفة يعني دجة هي ميددما ومزيته وان دماى ضروري ما ترتبو البشرة سواء بكريمات سواء بزيوت خصوصا ديك البشرة الجافة الأقصى درجة ما زال كانت البشرة يعني ديجة هي مزيتة فما تحتاجوش الدهنها لأنه الوصفة ديجة هي مزيتة وميدمة كما سبق لي وذكرت فالوصفة كتصبح في هاد الشكل عبارة عن كريمة أو القوام ديلا كيكون قوام كريمي بعد ما تصبح لنا الوصفة بهاد الشكل عادي نطبقوها على البشرة ديال الواجه ديالنا المدة ديال 20 دقيقة أو 30 دقيقة بعد ما نحسو بالوصفة نشفاز ناخدو يعني غاسو الأو سابون نغسلو به البشرة ومن ورما نغسلو البشرة الواجه ديالنا إلا كانت البشرة جافة يعني الأقصى درجة نعملو كريمة الترتيب البشرة سينو لما كانت جافة كانت دهنية ما نحتاجوش ندهنو البشرة أو رطبوها لأنو الوصفة كما سبق له وذكرترها مزيتة وميد مفا حتى فاش غاتغسلو البشرة الواجه ديالكم بسابون أو الغسل وغاتبقى مع ذلك كتحسو انو البشرة ديالكم مزيتة يعني ما غاتحسوش بالجفاف نهائيا هاد الوصفة ديالنات كنصحب بها مرة وحدة في الأسبوع فهي كافية باش تحصلوا على بشرة بيضاء بشرة بدون تجاعد تخلصوا من الخلايا الميتة وهي عبارة عن قوماج تقشر لكم البشرة أيضا فهي رائعة جدا 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 كما أقول لكم ممكن تنوعه في الزيوت يعني ما تعملوش زيت جاوز الهند ممكن تعاوضوه بزيت أرغان أيضا زيت زيت وممكن تعاوضوه بزيت اللوز الحلو يعني هناك أشياء كثيرة ومتعددة في الزيوت فممكن تلجؤوا لأي زيت بغيته وتعملوه في هذه البصفة وهكذا تكون ان شاء الله حصلتوا على أحسن وأفضل نتائج انتمنت عجبكم لا تنسوش تباك تجيوا هاد الفيديو مع السيدة اللي كيهمهم الأمر صديقاتكم الأقرباء دي لكم أيضا تباك تجيوا معاهم هاد الفيديو باشو ان شاء الله كما سبق لي وذكرت عام الفيديو ان شاء الله الجميع ما تنسوش تشجعوني بالليكات تخليوا لنا تعليقات واستفسارات وأنا بدورين شكلكم على حسن تسبعكم من هاد الفيديو نشوفكم ان شاء الله في المقوشين فيديو خليت لكم مراحة هنا وسلم عليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله وبإذن الله كذلك